ثم قال معرفة الله واجب شرعا على المكلف معرفة الله العلي بالمنزل أول واجب على المكلف معرفة الله لأن الإنسان إذا عرف الله سبحانه وتعالى التزم بدينه وإذا لم يعرفه لم يلتزم بدينه ما معنى المعرفة؟ عرف هذه في اللغة لها أصلا الأول يدل على تتابع شيء وهو كعرف الفرس انظر إلى شعره والأصل الآخر يدل على السكون والطمأنين للشيء وهذا هو المرد من عرف شيئا سكنت نفسه إليه واطمأنت به ومن أنكر شيئا لم يعرفه استوحش منه ونبى عنه فالمقصود هنا من معرفة الله السكون والطمأنين إلى هذه المعرفة من وجود وقدام وبقاء وإلى ما يتبع ذلك المراد فيها المراد بهذا من جهة اللغة المعرفة من جهة لكن استلاحا يريد العلماء من هذه المعرفة الإدراك الجازم أنا أجزم المطابق للواقع من الناس من عنده معرفة جازمة لكن غير مطابقة للواقع يقول لك لا إله وأنا جازم لكن هل هي مطابقة للواقع؟ من جزم وقال أنا أؤمن بإله هذه مطابقة للواقع عن دليل نريد منك دليلا فمن الناس من يدرك إدراكا جازما مطابقة للواقع لكن ليس عنده دليل نريد من المكلف الدليل ولو بالإجمال نقول له ما دليلك على وجود الله يقول العالم الدليل الإجمالي بما يتعلق في عقائد المكلف وسيأتي الكلام عليها في التفصيل إن شاء الله وذكرت أنا في المقدمات تفصيلا ما يجب عليه ما يجب عليه جملة وتفصيلا فإذن أول واجب على المكلف معرفة الله ما المراد من هذه المعرفة معرفة الأحكام ما يجب له ما يستحيل عليه ما يمكن في حقه يجب على الله يجب لله جميع الكملات يستحيل على الله جميع النقاص يمكن في حق الله فعل كل ممكن وتركه هذا بالإجمال تفصيلا كما سيأتي من صفات وأضاد الصفات التي ذكرها العلماء